وفقرة جديدة من الحلقة الخاصة والاستثنائية بس بمناسبة الكلام عن الاستثناء مفيش استثناء ممكن نحس بيه في حياتنا قد الشعور اللي احنا حاسينه دلوقتي واحنا في حضر التاريخ النادي الاهلي بهذه الكؤوس والبطولات وخصوصا درع لقب نادي القرن اللي احنا قاعدين وهو موجود قدامنا محدش متخيل شعور وفلسفة الدفاع عن درع يليق بالنادي الاهلي وبتاريخه او الدفاع عن يفطى وهمية وكمان ياريته دفاع صادق ده كان دفاع بيشوبه الكثير مش بس من الاكاذيب لا ده التلفيق اللي محتاجين نقف عنده لان فعلا لو انت صاحب حق وتصد جواك انك صاحب حق مستحيل هتستخدم الباطل والزور كاداة للدفاع عن حقك صاحب الحق ما بيعملش كده الضعيف بس هو اللي بيعمل كده شفنا يا احمد او اللي مش عنده معلومة فارس او اللي هو ما عندهش حجة منطقية يدفع بيها او اللي هو عايش على فكرة المؤامرة الكونية وخلاص الدرع ده جاي لنا من الجهة الرسمية الوحيدة القادرة على منح هذا الدرع لا ينادي في افريقيا هو الكام اي كلام تاني غير مقبول لكن لما يكون الكلام التاني يا فارس اللي انت بتستشد به تنسبه كمان لموقع الفيفا او للفيفا ده مشكلة كبيرة جدا ده مشكلة اما انك فريق الاعداد اللي عندك مش عنده الخبرة الكافية انه يديك معلومة موثقة بعتذر في الحلقة اللي بعدها وبعتذر في الحلقة اللي بعدها واضح اللابس لا لازم يرحل فورا او انت عارب ان الخطاب ده خطاب مزور ومزيف وبتنشره لانه خطاب رسمي من الفيفا ده سؤالين لازم نترحم على خالد الغندور مقدم برامل قناة نادي ازا مالك اللي عرض خطاب بيقول انه هو من الفيفا هل هو فريق الاعداد بالبلد كده يعني طلعك مسرح ولا الفكرة كلها ان انت مكنتش اي عمل انت عارف المعلومة وانت متعمد توري للناس ان الخطاب ده من الفيفا طيب احنا بنتحدث عن الجمهور الذي لا يفكر الجمهور اللي بيلغي عقله ودايما بنقول ده غلط بشكل عام لو انا جئت كمتلقي اهلاوي وتعاملت معك بهذا المنطق وطلعت وصيقة مزورة لازم انت انا بالنسبة لك افقد مصدقيتي ما اعتقدش ده شخص بيحافظ على مصدقيته ده شخص في ظل منهج كامل بيتعمد انه هو يوري الناس على الشاشة اكاذيب خصوصا انه الضيف يبدو انه هو كان عارف وحاول منعا للحرج انه يتجنب بشكل كامل انه يعلق على هذه الوصيقة اللي احنا بنؤكد انه تم ده السهى بشكل مجذوب على الفيفا وطبعا الفيفا يعني ما عندوش حد يوضح فاكيد سهل جدا اي شخص ما بيردش ده انتوا بتكذبوا وبتتقولوا على اللي بيردوا طب انه بيردش هتعملوا فيهم ايه طب ما تيجي نشوف نطلع ونشوف الفيديو وما زال الحديث بقية اقول لكم حاجة مهمة اوي يمكن جبت صورة منها وده انفراض لبرنامج زمال كاوي المستند ده الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم بعتوا للاتحاد المصري لكرة القدم سنة 2000 عشان يعلموا بان الزمالك على قمة الفرق الافريقية بعدد بطولاته اهي وانتوا شايفينوا على الهواء مباشرة انا هو صورة فاكس الفيفا هو الزمالك طبيعي ومنطق الفيفا مالوش يعني تفاصيل داخل اتحاد افريقي الفيفا بيرى ان مين اكتر فريق واخد بطولات فبعت الفاكس ده للاتحاد المصري لكرة القدم دكتور فيكن بيقول ان دكتور مصطفى مرواد فاهمي يعني هو اللي حط المعايير وقد يكون باخذ رأي كاقتن عبدو صالح الوحش اللي هو رئيس اللجنة الفنية لاتحاد افريقي في ذاك الوقت الفاكس ده وصل لاتحاد المصري لكرة القدم سنة 2000 للرجوع سنة 2000 كان مين ساعتها رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قيل لي ونتأكد ان 1999 مصري اتغلبت من السعودية خمسة في كاس القراط مع الكابتن جوهري ما اطارت تقريبا حازم وعب سطار تقريبا وبعدها تم حل مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري وجاء كابتن عبدو صالح الوحش بالتعيين سنة 2000 ووصل لكابتن عبدو صالح الوحش هذا الفاكس الذي لم يظهر للنور بعدها بشهور تم الاعلان عن من هو نادي القرن في افريقا دكتور ارجع لحضرتك يمكن معاك المستند ده حضرتك تترجمه لي معلش يعني المستند ده نحن نتحمل مسئوليته يعني لكن حضرتك انا عرام غير ما تحمل مسئوليته انا طبعا حضرتك عرام انه هو باللغة الانجليزية هو الوحيد اللي عمل شغله في القصة دي كلها بتاع الفوتوشوب اللي غلوش لك على الصورة شوية عشان تطلع بشكل محدش يفهم منه حاجة هو ده الوحيد اللي يمكن عمل المعلومة الصح اللي اطلبت منه ما دون ذلك ايه كامل للدعاءات اللي بشكل لا يمكن قبوله من اين لك هذا الربط المريب احمد في حاجات في الامور في التفاصيل قالك ايه رمى اسم كابتن عبدو صالح الوحش وهو بيقول انه كان في اللجنة الفنية اللي خد برأيها كابتن وعايز يربط طفلة المقامرة اللي معمول على نادي ورجع قال ايه جابه في اتحاد الكورة بشكل استثنائي ان الخطاب جاله وهو ما عرضوش واصلا الخطاب مش من الفيفا ايه ده ايه مستوى العبس ده ده الاهم يا فارس ان اصلا الخطاب يا كابتن خالد يعني مفروض ديما يجي لك حاجة زي دي بتحب تعرضها فيه اديات لازم تفكر فيها الخطاب جايلك ان فيه تسع بطولات للزمالك تمام يبقى مستحيل الخطاب ده يوصل لاتحاد كرة القضاء من مصري عام 2000 مبدئيا لان البطولة التسع للزمالك بتاريخ 12 ديسمبر عام 2000 عارف التاريخ ده تقدر ترجع وتشوف ان ابطال الكووس كانت ديسمبر عام 2000 يعني الخطاب ده لو هو فعلا من الفيفا فهو اكيد جاي عام 2001 لكن اللي انت ما تعرفوش انه قتاها كان رئيس الاتحاد اللي هو الدهشوري حرب وانتم عندكم وقعة شهيرة جدا وهي وقعة الطوبة الشهيرة في مباراة الايلي والمولين كانت تقريبا قبل اسبوع من مباراة نهاية ابطال الكووس تقدر ترجع بنفسك تشوف مين الاتحاد اللي ساعد اللي خلى المباراة دي تعاد وهي المفروض تحسب نتاجتها للمقاولين فده بالنسبة لنقطة الاتحاد وبالنسبة لنقطة البطولات لكن الاهم بقى هل بالفعل الخطاب ده جاي من الفيفا؟ الخطاب مش جاي من الفيفا الخطاب اللي اعتقد مش اعتقد انا اجزم ان معروف مصدره بدليل انه هو اساسا لو انت عايز تاكل سكرينشوت من الموقع هتاخدها بشكل واضح فلو شفنا المصدر بتاعه هو موقع RSSSF ده موقع احصائي الموقع وفقا لويكيبيديا بيعرف نفسه هو مؤسسة احصاءات الوسائق الرياضية لكرة القدم وفيه جملة مهمة جدا لو انتقلنا للصورة طبعا دي الصورة الاصلية اللي فيها الترتيب ومتاخدة من الموقع وتم عمل فوتوشوب عليها بشكل مختلف فيه بقى لو رحنا لويكيبيديا وهو بيعرف الموقع ده حنلاقيه كاتب في تعريفه ان موقع بيسمح للمستخدمين فيه باضافة بيانات يعني انت لو يوزر في الموقع ممكن تقدر تعمل اهو معنا من ضمن التعريف بتاع الموقع طبعا هو بيشرحينا الموقع وتفاصيله واهدافه وبالمناسبة غير معترف به من كبل الفيسا خالص وتم انشاءه عام 1994 من كبل النقطة المهمة يا احمد ان انت كيوزر تقدر تدخل تضيف فيه فموقع لليه اي حجة انت بتسقط الكلام اللي موجود فيه على اعتبار ان دي وثيقة من الفيفا بتدي الوثيقة سبغة لها علاقة بالمصداقية وهي مجرد وثيقة مضروبة بس هل هو ده منهج استثنائي ولا واضح ان القصة اكبر من كده هي القصة اكبر من كده لكن في نقطة مهمة جدا اللي لاحظ ان الدكتور فيكن تنصل من فكرة المسئولية لانه هو عارف كويس جدا ان دي مش من موقع الفيفا وكذا تبقى عيب في تاريخه لو فعلا قال ان هي في الفيفا وده طبعا الفيديو من الموقع تقدر تدخل عليه بشكل سهلس جدا وسهل جدا ودكتور فيكن ده المهم جدا ان هو بالضبط عشان بس للتأكيد ده بس عشان فريد اعداد بيحب يأكد معانا مش بيقدين معلومات تطلعنا بشكل مززريف وبشكل غير صادق فبالتالي المهم في القضية دي ان دكتور فيكن قال له انا ما بتحملش المسئولات فرد خالد غندور قال له على مسئولاتنا احنا الشخصية